أن لهم أجرا حسنا ما كثير فيه أبدا وينذر الذين قولوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع النفسك على آذارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض سين ذلها لنبلوهم أيهم أغسن وعملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرسا أم حسبت أن أصحاب الكاف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أول فتية إلى الكاف بقولوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكاف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أو صال ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزرناهم هلا وربتنا على قلوبهم إن قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقل قلنا إذا شطضا هؤلاء قولا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يعتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكاف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعا تزاوروا عن كافهم ذات اليمين وإذا غربا تقرضوا بذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يعد الله فهو المعتد ومن يضلل فلن تجدله وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقول ونقلبهم ذات الجميل وذات الشمال وكلبهم باسطا ذراعيه بالوسيل لما اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءنوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليطلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يضلوا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا الأبدا وكذلك عذرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتناسعون بينهم أمرا فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ظلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة ذر بهم كلبهم ويقولون خمسة سدسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وذا منهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ونقل ربك إذا نسيت وقل عسى أيا ديان ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كافهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كذاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد سينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أغتلنا للظالمين نارا أحاض بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بإغسى الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أرسل عملا أولئك لهم جنات عدد تجري من تحذيهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خذرا من سلس ويستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الزواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين يعتل أكلها ولم تظلم منه شيئا وفنجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحابره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ولخن جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أنت بهذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رلدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منطلبا قال له الساحب وهو يحابره أكبر ذب الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا سلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا ويحيظ بثمره فأصبح يقلب كفه على ما أنفق فيها وأن يخاو يدن على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زين ذو الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقنجتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكذاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكذاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أنصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بإرسال الظالمين بللا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المذلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين سعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تعطيهم سنة الأولين أو يعطيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هسوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يلا إنا جعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يغتلوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعنجر لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القراءة لكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موعدا وإذ قال مساء لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البورين أو أمضي حقبا ولما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فانتخذ سميله في البحر سربا ولما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقل لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى السخرد فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وانتخذ سميله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرددا على آثارهما خصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فقال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صبرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن انت بعدني فلا تسألني عن شيء حتى أوذذلك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركما في السفينة خلقها قال أخلقتها لتغلق أن لها جهد شيئا إبرا قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخرني بما نسيد ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقياه لما فقتله قالا قتلت نفسا زكية بغير نفس لقل جهد شيئا نكرا قالا لم أقلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تساحبني قال بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أديا أن قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جذارا يريد أن ينقض فاقاما قال لو شئت لنتقنت عليه أجرا قالا هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتعويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرتوى نعيبها وكان وراءهم ملك ياخل كل سفينة الوصلا وأما الغلام فكان أبواهم من لين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه سكاة وأقرب رحما وأما الجذار فكان الإغلامين يتيمين في المدينة وكانت عدو كنز لهما فكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطيع عليه صبرا ويسألونك عن للقرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جساء الحسنا وسنقول له من أمر لا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من ذونها سترا كذلك وقل أحضنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السندين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقمون قولا قولوا يا ذا القرنين إن يعجوج وماجوج ممسدون في الأرض فهل نجعل لك أخرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني سبر الحديد حتى إذا سوا بين الصلفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا هو ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله لكا وكان بعد ربي حقا ودركنا بعضهم يومئذ يموج في بعد ونفق في الصور فجمعناهم جمعا واعرضنا جهنم يومئذ للغافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غضاء أن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتلنا جهنم للكافرين نسلا قل هل ننبيكم بالأخسنين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يرسبون أنهم يرسلون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحمضت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كبروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرد وسلسلا خاندين فيها لا يبقون عنها حولا قل لو كان البحر مذا ذلك لما در ربي لنفذ البحر قبل أن تنفلك لما ترمي ولو جينا بمثله ملدا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهذا ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوةه آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حج دي يا رب العلمين واكتب اللهم السلامة والعافية وصحة لنا وعلى عبادك المسافرين والمقيمين في البر والبحرك من المشلمين في البر والبحرك من المسلمين بقنا وإياهم شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائرين واختم لنا يا ربنا منك بخير المرمدك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصابه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين